ساعة 8 موجز لأهم الأنباء شاني الحياة تريباً موجز دلوقتي مشاهدين الساعة 8 معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضلي دي شكراً لك أحمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي الحكومة بزيادة حد الأعفاء الضريبية على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيها وذلك في استياق جهود الدولة لتخفيف أطار تدعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من المسؤولين تناول استعراض أبرز المؤشرة النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024 والتي تستهدف تحقيق معدى النمو قدر 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما ستشهد تحقيق فائد أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي وفي هذا الإطار وجه رئيس سيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية لموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دينيس منتروف نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناع الروسي وميخايل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي وعددا من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وكذلك تطورات الاثثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبع للطاقة النوية وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة تلبية لدعوة مصرية اجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة بمدينة شرم الشيخ وذلك لبحث ومناقشة سبل وأسليب التخفيف من حدة توطرات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وأقروا بضرورة تحقيق التهديئة على الأرض والحيل لتدون وقوع مزيد من العنف فضلا عن استعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر يبدأ الرئيس الصيني شيجين بنجا اليوم ذيارة إلى موسكو تستمر ثلاثة أيام وعاشية الزيارة قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إن العلاقات الروسية الصينية في زروتها مؤكدا أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبنى الحرب الباردة واشدد الرئيس الروسي على أنه لا حدود ولا مواضيع محضورة في العلاقات بين موسكو وبكين يصوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم لحق بأثقة عن حكومة رئيسة الوزراء إليزابستا بورن يأتي ذلك بعد أسابيع الإضرابات والمسيرات ضد قانون رفع سنة التقاعد من 62 إلى 64 عاما ولجو رئيسة الوزراء إلى المادة 49 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا لكن المعارضين يقولون إن القانون يضعب أنا غير عادل على دوء الدخل المنخفض والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة قد الزعيم الكوري شماليك كيم جونج آن منورات عسكرية استمرت يومين تحاكي هجوما نوويا مضادا بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أبد الرضا على المناورات والمناورات هي رابع استعراض قوى لبيونج يانج في أسبوع وجاءت في خضم من مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التقى أعضاء مبادرة التماسك الأسري بتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين التقى وزير الأوقاف محمد مختار جمع بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعظات وأوضحت رشا كوليب عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب أن أهداف مبادرة التماسك الأسرية تتركز على التعاون مع كافة الأطراف المعنية للتعزيز سبب الاستقرار وتماسك الأسرى المصرية وضرء جميع الظواهر الاجتماعية السلبية أن نجمع عن تفككها وبدوره أشهد وزير الأوقاف بدور مصر الريادية لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل وخارج البلاد معلنا عن خطة الوزارة باستقبال شهر رمضان المبارك ودورها في التفقيف والتوعية بأهمية بناء وتماسك الأسرة المصرية ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير شكرا للمشاهدة